السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة سديالي الدائم من الهام شنال جسباك ستكونوا بخير و لا خير ستكونوا فرحانين و ناشطين ستكونوا موردي لكم في تمام وصفة لي ستكون وصفة مختصة بالتبييد و علاج التجاعد فبهذا الوصفة ستتحري الزوج ديالك ستتبهري لجمال كما كان قلوه ستتجنني بهذا الوصفة هذه لانها ستعالج لك تجاعد و تردك في صين الشباب فكل الناس ستكونوا لسر من أسرارك كيف تبيض البشرة الوجهة و كيف تنقطيها و كيف تعالجت منها تسبغات و تنمشوا الكلفة و تخاصوا الحبوب و عالجت أهم مشكلة التي تجعل البشرة تبهى في صين كبيرة والتي هما التجاعد اليوم بواسطة الملح كمكون رئيسي و بواسطة الموز او كما سنقولوا البانان ستجعل البشرة الوجهة الكسافية و في صين الشباب بهذا المكونات الي هما رئيسيين في هذا الوصفة كما لاحطوا حتى في العنوان راها قلتها لكم في العنوان و حتى ايضا في السورة المصغرة يبليكم الملح والموز هجوش المكونات الي بزاف 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 ما كنستخدموهم كنحاولو نستخدمو مكونات اخرى الملح لبنات يعقم و يطهر و يعالج الحبوب و ينقي البشرة من الشوائب هو بحل مقشر بحل القهوة بحل بزاف دي المقشرة الطبيعية الموز معروف لعلاج تجاعد لعلاج البقاع يبيض و يفتح و يوحد اللون و يشد البشرة الوجهة سوف نحتاج الموز أو البانان و سوف تحتاج معي الملح هذو كمكونات رئيسيين بالنسبة للملح سوف نستخدمت ملح الطعام ولكن قبل ما تعرفوا على التفاصيل الوصفة أريد أن نرحب بكم أقول لكم مرحبا و ألف مرحبا إذا كنتوا أول مرة تزوروني ما تنسوش تشتركوا في القناة أيضا تفعلوا زي الجرس تخليونا تعليقاتكم و اقتراحاتكم و استفساراتكم و الأسئلة ديلكم و كل ما يتعلق بكم غلا هالبنات هجموا واحد الهجوم ساروخي على لي كومنتاج و خليولينا كل الأشياء اللي تبغيوا تستفسرونا عليها و هكذا وصفة طبيعية مكتوبة تبغتاجوهم معنا باش حتى احنا نجربوهم ولا القيناة عليهم أشياء إيجابية نجربوهم اشتركوا في القناة مرحبا بكل استفسارات و تعليقات و اقتراحات في الكمونتاج أيضا للايك و لايك لايك و لايك مشتركوا على هذا الفيديو و اشتركوا في القناة خليلي اقتراحاتك و استفساراتك و مرحبا بكم كاملين الغزالة ديالي و بسم الله على بركة الله مش باش نتعرف على مكونات الوصفة لا تنسيش باقتراح هذا الفيديو مع صديقاتك اللي تهمهم الموضوع فبسم الله على بركة الله فبالنسبة للمكونات ستحتاج معي الحبة دي الموزة والملح كمكونات رئيسيين سنضعهم على الجنب ونمشو المكونات التانوية ستحتاج معي الحليب نيدو المجفف أو الحليب بفودرة أو غبرة أي حليب عندك سواء نيدو أو لا أي حليب بمارك أخرى ستحتاج معي الحامض 1.5 حامضة ستحتاج معي للروز بفودرة ستحتاج معي أيضا للنشاء أو ما يسمى بالذرة أو المايزينة بالنسبة للنشاء أو الذرة فهو ممتاز ممتاز لبنات بزف التبييد وعلاج تسبوغات وعلاج بزف 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 دي العيوب وبزف دي المشاكل كنتستخدموا لهم النشاء آخر مكونات حبيباتي هو أولا هي الخميرة دي المخبوزات عفوا هذه ماشي خميرة الحلوة خميرة المخبوزات فكنستخدموا إحنا باش نعجنوا الخوبز باش بزف دي الحويجاس فالمهم عندي هاد نوعية دي الرفيعة آآ طبيعية خودي أي ماركة بغيتي باش بشرط الرفيعة خودي أي نوعية المهم هدهما المقادر اللي غنحساجوا بنسبة لخميرة كتنفخليك الخوض ديالك كترجعك صغيرة بضرجات وكتعرج لك تجاعد فيزفين بزف وكتسف البشرة حيث فاندو زودة بالطريقة تتحضير فكتخدي معي هنا هادي الحبة ديال هادي الموزة هادي وكتفتحيها وكتخدي منها الكمية والقيس اللي بغيتي على حسب الرغبة ديالك فبسم الله اول حاجة لبنات هي تمعكو بعدها هذا الموز ضروري ما يتمعك مزيان بالنسبة لكم ممكن تمعكوه بواسطة فورشيد فهذا الشكل هذا او تحنوف الخلات الكهربائي على حسب الرغبة ديالكم شكراً للمشاهدين كمية 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 وضع روز وضع خلط مكونات وضع الملح وحليب وصفة سحرية وقاهرة تجاعد مهما كان الحددير ان شاء الله مثلا سحرية كلا بدا اشترك وانه اشترك كلا اشترك وحليب تبا اشترك نضيف كمية الحليب المجفف نضيف كمية الملح 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 هذه الوصفة جهزة بصحور رحة حبيباتي تخلطيها جيدا لأن الحامض يخلطوا الجنس مع جميع المعناصر هذه الوصفة جهزة بصحور رحة جميع السيدات يريد وصفات سهلة طبيعية بأقل مجهود بأقل تكلفة هذه الوصفة هدية مني لكم للسيدات البشرة الوجهة لهم تبان صغيرة فهذه الوصفة هدية لكم مغزالة ديالين نتمنى أنك تعمليها وان شاء الله ستبهري كل من حولك ومنهم الزوجة ديالك أكيد سوف تجننيه بهذه الوصفة هدية لأنك ستباني إن شاء الله في واحد السن اللي هو صغير من العمر ديالك أنا سوف نجربها إن شاء الله على اليد ديالي بشوفوا انتم ما حبيباتي تبقي لي هدى الوصفة على الوجه ديالك والرقبة ديالك وكتخليهم لمدة ديال ربح ساعة أو 15 دقيقة ومن بعد ما كيمر هدى الوقت هدى كتغسلي لي هدى الوجه ديالك كتلاحدي لي هدى الفرق أولى النتيجة سحرية لبناس هدى الوصفة كتعطي أيضا لمعان وإشراق البصرة الوجه من غير أنها قاهرة لتجعيد وكتبيض وكتعال الجليك تسبوغات ونمشو الكلف كانت هدى الوصفة اليومة أتمنى أنها نالت الردة ديالك ما سبخليش عليها بلي لايك ديالك تشتركي في القناة مرحبا بيك تفعلي زي الجرس ومعادي معاك إجدد الفيديو قادم إن شاء الله بسلام عليكم